لتكون بداية هذه الكلمة أيها الأحبة وفي هذه الليلة وفي هذه الظروف تذكيرا وتأكيدا على موقع العلم والعلماء واقترانه بالكلمة والموقف أوجه كلمتي أولا إليك أيها المحاصر في عرينه في الشمال حيث أبيت إلا أن تقرن العلم بالإيمان وبالكلمة والموقف أيها العلم المجاهد لم ترضى أن تساوم على ذرة من ذلك ولو أعطيت الدنيا بما فيها أيتها العمامة المتألقة نورا وإيمانا وبهاء وجلالا المتألقة علما ومعرفة وحكمة وفكرة المتألقة موقفا وجهادا وصبرا وثباتا وقوة وصلابة اليوم نحن كلنا فداء لتراب أقدامك يا من عرفت الله حقا فأعطيت لله كل شيء ولم تطلب غير رضاه ورحمته وعفوه وصالح المؤمنين إن من صبرك صبرنا ومن ثباتك يكون ثباتنا ومن عزمك عزمنا ومن إرادتك تقوى إرادتنا ومن موقفك تشتد صلابة موقفنا لا عجب فأنت سليل مدرسة لم تعرف لم تعرف إلا الطهرة والصفاء ولم تعرف إلا الإخلاص والنقاء من مدرسة عانت ما عانت وعاشت كل الظلامات والتضحيات نعم نحن نعرفك ونثق بأنك من مدرسة أبا رب السماء إلا أن يكتب لها النصر والنصر المؤذر إن شاء الله تعالى نعم